الوئام ما بين الأديان والحوار ما بين الأديان وخصوصية فلسطين فيما يتعلق بهذه القضية والظروف أيضا الراهنة في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا هذه محور كثيرة وأخرى نتحدث إلى الأرشمندريت عبدالله يوليو الموجود معنا في الأستوديو أبونا عبدالله يوليو أهلا ومرحبا بك معنا إلى بيت للكل وهذه المناسبة الوئام ما بين الأديان مناسبة عالمية مساء الخير بداية مساء النور وأنا جدا سعيد أن أكون موجودا بينكم ومعكم ومعك بالتحديد في هذه الحلقة التي أنوانوى جميل بيت الجميع ولكن هناك الموضوع كيف نلتقي نحن أبناء عائلات روحية متعددة ولكن عندما نحن نفكر بأن هناك نحن كلنا بدون استثناء في صلاتنا نتوجه لله الأحد الوحيد فبالصرحة العبارة عدل بيت بيت الجميع ما أحوجنا إلى مثل هذا الخطاب الله الواحد الأحد وهذه المناسبة العالمية التي تخصص سنويا لحوارات متعلقة بالتعايش والحوار ما بين الأديان كيف تراها وأهمية أن تستمر منذ العام 2010 وحتى هذا اليوم وقد أصبحت عالمية بالفعل وأعتقد أن هناك أصبحنا نعيش في عالم غير حدود هناك بالتالي من الضرورة أن تلتقي الأديان في كل مكان وأن يلتقي أهل الأديان في كل مكان ولكن يعني كان بالأحرى عندنا نحن شعب شعب عربي فلسطيني ونحن أمة قامت لهذا التلاقي منذ بداية التاريخ وبالتالي من واجبنا الديني الإنساني والديني والوطني أن نلتقي يعني لا مجال لنا أن نفكر تفكيرنا آخر أن نكون لنا نكون بالنسبة إلينا لسنا عليك موضوع تعيش نعيش فكما قلت لك منذ بداية التاريخ وبالتالي يجب علينا وخاصة في هذه الأيام أن نركز هذا الموضوع مهم جدا جدا لماذا يجب علينا أن نركز في هذه الأيام على هذه القضية وما هي خصوصية فلسطين فيما نطرح الوئامة بين الأديان والتعايش أيضا في فلسطين أنا أعتقد ربما أنا لا يقين عربيا وفلسطينيا أنه نالك مشروعا شيطانيا يستهدف بجميع الطرق فصل العرب المسيحيين من جسمنا العربة بالطرق متعددة لكي يتم نالك تحطيم الأمة والتكسيم الشعوب في هذه الأمة هناك أغراض أهداف مآرب ليس لها علاقة بالدين ولكن هذا المشروع موجود وخاصة منذ السنة الأخيرة هناك من يعمل في سبيل إبعاد المسيحي أن الجسم العربي كيف يمكن التصدي لمثل هذه المشاريع أبونا عبد الله أن نبقى موحدين أو فيها لتاريخنا والإرادة الله تاريخنا المشترك هناك نحن جزء من الشعب ومن الأمة ليس فقط نحن جزء من هذا التاريخ منذ البداية تاريخيا رسول عليه الصلاة والسلام عندما بشر بالدين التحييد ويبشر بالدين إبراهيم وموسى وعيسى بالتالي حتى الهدف أنه نحن والمعرف واليقين أنه نحن بالأساس ننتمي لآلة وحدة هناك الظروف متعددة نحن بقينا مسيحيين هناك من انطلق من المسيحية إلى الإسلام هناك من كان يوديا ولكن بالأساس نحن ننتمي إلى نفس الأسرة شأن ما بينه هناك الاختلاف في التفاصيل طيب يعني التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعايش المسيحي الإسلامي تكاد تكون فريدا منه وتحديدا في بيت المقدس عن ماذا نتحدث نتحدث ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها وأنت كما أشرت لي قبل الهواء كنت تتواجد بشكل مكثف ودوري في مدينة القدس المحتلة وفي أزيقتها تاريخيا إذا أنا أعود إلى تاريخنا فعندما تم هناك الفتح العربي الإسلامي لهذا الشمال بلاد العرب بلاد الشام وبلاد بنا الرفدين ومصر أيضا هناك من استقبل الفتحين العرب المسلمين هناك العرب المسيحيون نصر العرب سوفرونيوس الدمشقي في الكدس والمنصور في دمشق ومنذ ذلك الهين تم التفاهم واتفاق ومعا وسويا أبناء أباؤنا وأجدادنا بانوا هذه الحضارة هذه الثقافة الجميلة هي حضارة مشتركة نحن كلنا أبناء هذه الأمة مرت علينا ظروف صعبة واحتلالات ولكن بقينا معنا صويا وبيننا تكامل وأساس هذا الشيء الحب المتبادل المحبة المتبادلة وأساس الحب أن أقبل الآخر كما هو بدون أقصه لأنه أنه إيانا تكامل وهذه إرادة الله وإرادة التاريخ نحن نريد أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولكن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يصر على إفساد هذه العلاقة ترابطية تشابكية القائمة على التعايش ما بين مسيحي ومسلم بالتالي كيف يمكن الرد على كل هذه الطروحات وعلى هذه المحاولات التي تحاول إفشال هذه العلاقة التاريخية المتجدرة التي أشرت لها قبل قليل هناك كما قلت لك إسرائيل والذين يتعملون مع إسرائيل خلفائها هناك من يريد إفساد هذه العلاقة علينا أن نكون أصحاب وعي ودمير ووجدان وذكرة ولا نسمع وبالتالي علينا أن نكون مخلصين لتاريقنا أو لهوياتنا ولا لا نسمع للغليب أن يدخل بيننا ويصد هذه العلاقة وبالتالي من الضروري جدا الموضوع ليس بموضوع سياسي فقط وموضوع اجتماعي أن يكون لدينا خطاب واحد إن كان في البيت في المدسة في النادي في الكنيسة وفي المسجد وليس هناك خطاب خاص بنا في البيت المسيحي في المدسة المسيحية في النادي المسيحي ثم كتاب آخر في المناسبات التسعيد لا لا هناك خطاب وأنا أتمنى أن نعود كما كان في قديم الزمان الزمان فلسطين التاريخية تشكيل مرجعية دينية مشترك عربية فيها المسلم وفيها المسيحي وليس مجلسان لأننا نحن شعب واحد وأمة واحدة وبتالي من واجبي الديني والوطني والإنساني أن أقول أنا القاسيس والراهب لابك ياقصا ومن واجب الإنساني والوطني والديني للمسلم أن أقول لابك يا قيامة وهذه فرصة أيضا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا الأسبوع والعالم أيضا يركز بفعليته المختلفة على الوئام ما بين الأديان والحوار ما بين الأديان أن نتطرق إلى موضوع القيامة والأقصى والتهديدات الأخيرة بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك قرارات أيضا غير مسبوقة بتفريغ الأقصى وقد تعرض أيضا الأشكاء من المسيحيين لتنغيص وتنكيد ومنع أيضا من الوصول إلى القيامة في مناسبات دينية مختلفة وهي مناسبات يحتفل بها الجميع هي مناسبات وطنية عمليا فلسطينية الذي أنا ماليا نعيش سنة كاملة في الكدس القديمة كنت أسعد المطلع في كنيسة البتركية الكنيسة الموجودة بين باب الخليل وباب الجديد وأنا كنت تواجد يوميا في الكدس وأصير في شوارع الكدس القديمة وأرى أنا شد عيان بالنسبة للاحتلال لا مانع لديها أن تكون المساجد والكنيس متاحف واعي تسمح لزوار والهجاج الغرباء على الجانب أن يعتموا إن كانوا من المسيحيين ومن المسلمين سنكون شد عيان هناك هجاج مسيحيون من مختلف البلدان تماما غير العربية وذلك هجاج من المسلمين يأتون ولكن المشكلة للاحتلال الوجود العربي يعني ما هم المرابطون هم العرب الفلسطينيون إن كانوا من المسلمين ومن المسيحين هناك كمان يرابط عند القيامة هناك كمان يرابط عند المسجد الأقصى ولكن هذه المشكلة إسرائيل كان تريد وما زالت الأرض بدون شعب الخطة هي هي وأعتقد ما يجري حاليا في بلادنا في غزة وفي كل مكان في فلسطين عرّ عادي السياسة هناك محاولة إبادة جئت على موضوع غزة والوقت يدركنا في هذا المجال أيضا فيما يتعلق بالعدوان الذي يطال أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته طال المسيحيين أيضا في غزة طال الكنائس في غزة مع مداني وكذلك في الضفة الغربية أي رسالة هنا من خلال هذا الأسبوع يمكن أن نوصلها للعالم العالم المسلم والعالم المسيحي حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من المسيحيين ومسلمين رسالتنا إلى العالم إلى أبناء شعبنا قبل كل شيء نحن كلنا من أهل البيت وبيتنا مشترك فنحن نجوز منكم يا أبناءنا الذين في غزة أنتم في خير نحن في خير علينا نبقى موحدين ولأشقائنا العرب نحن نجوز من هذه الأمة وفلسطين قلبه أد الأمة فبالتالي من واجبنا على الإنسان لأنه قديد فلسطين لأبعد إنساني قبل كل شيء هو الإنسان البسيط المظلوم الذي يباد يعتاد ليه شعبنا مظلوم ومن واجبنا الديني لأنه قلم المظلوم ومن هو يتفرج صامتا هو شريك بما يجري ومن واجبنا الوطني كفلسطينيين وكعرب أن نحافظ على شعبنا على الإنسان في بلادنا ومقدساتنا بدون الإنسان العربي الفلسطيني في فلسطين تتحول مساجدنا وكنائسنا إلى مجرد متاحف ومن يقدس المسجد والكنيسة بعد الله تعالى هو الإنسان كل تأكد وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك على المشارك معنا في بيت للكل الأرشمندريت عبدالله يوليو شكرا جزيلا شكرا لك